موسيقى مشاهدين الكرام شركاء ومعبدي قناة الارامية في كل مكان نرحب بكم أجمل ترحيب ونحن نلتقيكم مرة أخرى في سلسلة حلقات عن كيف تتصرف في بيت الله وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الكنيسة والخادم في بداية حلقتنا نحب أن نرحب بجناب القز ميلاد سمعان راعي كنيسة الماء الحي بنيو جيرسي وكنيسة نوغ الإنجيل ببروكلين مرحبا بك جناب القسيس أهلا وسهلا امتياز عظيم وفرصة سعيدة أن تكون معنا في هذا البرنامج مرة أخرى الرب يباركك في ندى وبرحب بكل المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا نواصل كلامنا في الكنيسة والخادم الرب يبارك كل المشاهدين جناب القسيس إذا تحب أن نرفع البرنامج وأعزنا المشاهدين بكلمة صلى قبل ما نبدي هذا البرنامج يا سيدنا الرب نعظمك نشكرك من كل القلب في كل وقت نجدك فيه أنت الراعي الصالح أنت المحب أعطيتنا كل شيء بغنى جئنا أمامك يا رب علشان نمجد اسمك يا سيدنا أعطنا أن نتكلم بكلام الله أعطنا أن نكون أمامك يا رب حسب عمل استطاعتك تستطيع يا رب من خلال هذه الأواني الضعيفة يا رب أختنا دى وأنا يا رب أضعف الكل نقدم كلمات الله لشعب الله لخدام الرب ساعدنا أحفظنا من الغلط أحفظنا يا رب واجعل هذا البرنامج سبب بركة لكترين وصلي يا أبانا في اسم رب يسوع المسيح بالروح القدر ولك كل الحمد آمين آمين حضرة القسيس إذا ممكن في دقائق معدودة تذكروننا ملخص ما ذكرت في الجزء الأول من برنامج الكنيسة والخادم آمين آمين باسم رب يسوع المسيح نحن خدنا وقت طيب كان فرصة طيبة وإحنا بنتكلم عن الكنيسة وقلنا الكنيسة هي جماعة المؤمنين المغسولين بالدم اللي سلموا حياتهم للمسيح وكتب أساميهم في سفر الحياة فهي كنيسة الله من كل الطواف من كل الألسنة من كل الألوان من كل الشعوب فهي كنيسة الله جسد المسيح اللي دفع فيها تمن غالع للصليل بعد ما قال اغفر لهم يا أبتاء وكل من قبل غفران المسيح صار حجر حي في كنيسة الله فالكنيسة مش مبنى ولا الكنيسة هي بعضوية الكنيسة هي الكنيسة كنيسة المسيح هي شعب المسيح المغسول بالدم وكل من احتمى بالدم المسيح بعد كده اتكلمنا عن الخادم شوية وقلنا انه في خدام فرزوا انفسهم يعني لقوها شغلة كويسة وفي خدام فرزوهم الناس الناس قالوا دول كلام حلو قوي الناس دي ناس كويسة لكن في خدام فرزهم الله وفي الحقيقة ركزنا على انه كل مؤمن في كنيسة المسيح هو خادم لرب بس كل واحد لي خدمة المعلم في التعليم الوعز في الوعز المبشر في التبشير اللي بيعمل اكل للكنيسة في الاكل وكل واحد خدمته مقبولة عند الله حتى لو كانت الوزنة اللي ربنا مدهاله في نظره صغيرة فالله اكرم اللي اداله وزنة زي اللي اداله عشرة نفس الكلام ادخل الى فرح صيدة وقلنا انه الخادم ينبغي ان يكون في حامل رسالة الله في اناء مقدس في شكل مقدس بيمجد اسم الله في حياته ده ملخص شريع عن اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت واكيد واحنا بنتكلم هنعيد حاجات لانه انا مش احسن منك يا خادم الرب انت اخويا والرب يبركك وكلنا فينا ضعفات لكن تعالى نشتغل كل واحد مننا بالملقط والمنفض ننضب بعض عشان ننور ويتم فينا المكتوب انتم نور العالم ونقود شعب المسيح لنور المسيح امين ربي يبركك قسميلاد كنا حابين نعرف ما هو الفرق بين الخدمة الرعوية والخدمة التجوالية اكيد هناك فرق سوكنا حابين نعرف ما هو الفرق وفي الحقيقة في فرق طبعا نعم لكن مش فرق كبير قوي فالخادم المتجول والخادم الراعي هم يحملون نفس الرسالة نعم فالخادم المتجول يحمل رسالة الله دايما بيركز على التبشير دايما يركز على زرع الكنايس ده خادم المتجول أما الخادم الراعي مسؤوليته أكبر شوية هو بيرعى الخراف خراف بيت الله الناس المؤمنين اللي قبلوا المسيح هو اللي بيعرف يعمل لهم الأكل زي ما قال الكتاب الرب رعية فلا يعوز دي شيء فيه مراعي خضر يربط نوام وانا بشوف الرب يسوع لما بارك الخبزات مش هو اللي وزحها للناس لكن ادى للتلاميذ والتلاميذ أعطوا دي خدمة الرعاية أخذ من إيد الرب البركات اللي بركني بيها وابتدي قدمها للناس ده اللي ربنا بعته لكم النهار ده الأكل اللي ربنا بعته لكم النهار الراعي بيشيل على كتافه أثقال الناس أتعاب الناس ظروف الناس مشاكل الناس يجب أن يكون الراعي عنده حساسية بيختلف عن الخادم المبشر الخادم المتجول بيروح يخدم خدمة كرازية تبشيرية كل اللي بيعمله هو خدمة وبعد كده بيروح لكن الشغلة الكبيرة على اللي تولد وفعلة المسيح بيقضهم الراعي للخدمة لكن اللي اتنين معاهم كلمة الله الصالحة الحية اللي أمضى من كل سيفزي حدوه رب يسوع أعطى لبطرس سلطان الحل والربط في متى 16-19 نريد نعرف متى يستخدم الراعي هذا السلطان أنت صعبت السؤال شوية وهحب أصلح السؤال لأنه السؤال حلو وواضح لكن فيه ناس كتير قوي طوايف كتير قوي بعض الرعاة بيقولوا النفس المصطلح لكن في الحقيقة السؤال عايز يتصلح في إنجيل متى لو قرينا لو رجعنا للنص الكتابي الرب أدى لبطرس قال له يا بطرس تعالى وأنا هتديك مفاتيح ملكوت السماوات ما ربطته الأول مش ما حلته دايما يقولوا سلطان الحل والربط لا هو سلطان الربط والحل لأنه مش هقدر أحل حاجة محلولة يعني هذا صحيح فكلمة ربط يعني إيه؟ وده ممكن هنتطرق عليه بعد شوية إزاي الراعي في الكنيسة ممكن يربط يعني إيه يربط؟ يعني يقول للواحد ما تاخدش ميدة الربط ما تصليش أنت ما ينفعش تقف في وسط الكنيسة لازم تكون تحت تأديب والكلام ده واضح جدا في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنسوس لما اتكلم عن الأخ النعمة الخطية فقال مثل هذا يسلم للشيطان ده الربط يعني إيه يسلم للشيطان؟ يعني يطربت يسلم للشيطان لهلاك جسده أما الروح فيخلص فيهم الربط فكل الهدف من سلطان الربط والحل هو أنه لما واحد يعمل غلط في الكنيسة الكنيسة تحكم عليه أنه تربطه يعني إيه تربطه؟ يعني أنت ممنوع تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا إلى أن يتوب ولما يتوب يتحل يعني نفس الأخ اللي عمل خطية ويسلم للشيطان لهلاك جسده واتربط بالمحكمة الكنسية في الرسالة الثانية إلى كورنسوس الصحة 5 يقول مكنوا له المحب خلاص إحنا حلنا ليه؟ لأنه تاب قدام الله فالهدف من الربط هو توصيل الإنسان إلى توبة حقيقية قدام ربنا ولما نشوفه تاب وتغير الكنيسة كمان تدي له الحل وبعدين تقول له ممكن تاخد ميدة الرب ممكن بعد شوية تقوله طب تو بتصلي وهكذا إذن الكنيسة هي في البداية تأخذ قرار تجاه هذا الشخص اللي هو قرار الربط وبعد ذلك بعد أن يتوب هو طبعا الأمر مش بالسهولة اللي احنا بنتكلم بيها لأنه من أنت أيها الإنسان حتى تحكم لا تدين غيرك قبل أن تخرج القزة اللي في عينك وطلع الخشاب اللي في عينك لكن بيبقى لازم ولابد لأنه كناش إحنا الروحيين نحكم على الناس اللي بيعملوا غلط في الكنيسة الكنيسة عدبوز والرب يسوع المسيح علمنا كده ده حاجة إحنا مش بناخدها فرصة علشان نمسك قرباج للناس ويكونوا الناس تحت زي العبيد مثلا لا لا ده اللي أنا بحكم عليه بحكم عليه بدموعي وبمشاعري وبقلبي وبحسيسي وبنحني يمكن أخسله رجليه وقول له اعمل معروف تعالى نصلي مع بعض تعالى فاكرين حمية لما جاله ابن عمه وقال له بيسأله بقول له ازاي أخبار البلد قال له البلد في شر عظيم وعار يقول الكتاب نحامي قاعد يبكي ولما صلى عليه يا رب أنا والناس احنا أخطار طيب انت أخطار يا نحامي حط نفسه مع الناس الخطار حط نفسه مع الناس ونزل قدام ربنا صام وبكى وناح علشان ربنا يرجع تاني يصلح المدينة فالراعي لما بيحط حد تحت التأديم هو كمان بيكون في مرارة متقلم يمكن أكتر من اللي بتأدي هذا صحيح علشان كده الموضوع مش سهل نعم بس لازم وحتما ولابد ان الراعي يكون معاه سلطان بس بالمحبة أمين سلطان السلطان القوي حسب كلمة الله بس معجون بكلمات النعمة بكلمات فيها توبة يقود الأخ أو الأخت إلى التوبة نعم يساعده يصلي معاه يزوره ما يسيبهوش إلى أن يمكنه ويرجعه للحظ زي بالظبط لما يقول الكتاب أنه خروف ضل نعم يترك الراعي التسعة وتشعيل ويلوح يدور على الملتأ وبعدين يحطه على منكبه نعم ليه علشان يقعد يتكلم معاه كلام عتاب كده يمسح له دموع طب طب عليه رجليه فيها يشوف من البرية لما لما تعب وهكذا فالراعي شغلته رغم أنه معاه سلطان من قبل الله نعم من قبل الله بس يستخدمه بمحبة وبدموع وهو قلبه بيتقطع مع الأخ عشان يقود الأخ تاني ويدخل تاني إلى القطيع وتكون الحياة الروحية أفضل نحن إذا فهمنا من هذا الحديث إذا أخطأ المؤمن أو أحد في الكنيسة الخادم هو اللي يأخذ قرار التأديب تجاه هذا الشخص ماذا عن عندما يخطأ الخادم ويقع تحت التأديب من يحاسب هذا الخادم أنت بتصعب الأسئلة خالص وفي الحقيقة يعني أنا عشان أتكلم كده أحط رأسي في التراب وأحط نفسي من أول الناس الوحشين لأنه مين أنا علشان أتكلم عن خدام الرب لكن أقول بالصدق في المسيح ولا أجزل إن كنت أتكلم بدموعي وبمشاعري وبحسيسي تجاه خدام الرب أنا مش معنى كده أني بدوس على خدام الرب لكن أنا بحط نفسي معهم لأني إنسان تحت الألام وإنسان ضعيف إذا كان خادم الرب الراعي بيقدر يحكم على واحد من الراعية لما يخطئ طيب لما الراعي يغلط مين اللي يحسب وفي الحقيقة أنا بقول لكل شعب الرب في كل مكان في كنايس الله في كل الطوايف خد بالك خد بالك ملكش دعوة خادم الرب اللي بيقدب خادم الرب الرب نفسه وهقولك مثلا على كده حتى لو كان خادم الرب أخطئ بس فيه خطايا فيه خطايا نعم ما ينفعش السكوت عليه هذا صحيح وأنا هذكر على سبيل المثال نعم ثلاث خطايا للخدام نعم ما نساش أبدا يوم مما ترسمت أسيس سنة واحد وتساين وأخ طاض العزيز على قلبه وأنا دايما بعتبره أخوي الكبير وأستاذي في الحقيقة لأنه كان بيدرسل بكلية اللهوت الدكتور ناجي يوسف عطية وقال لي كلمة غريبة قوي قال لي خد بالك بعد الرسامة خد بالك في حاجة اسمها عفريت الأسس فأنا قلت عفريت الأسس ده الأسس المفروض يطلع على العفريت يعني قعد يضحك طبعا هو عايز يوصل للرسالة نعم الخادم أول ما ترسم أسس ياخد أكلشيه اسمه أكلشيه الكبرياء تركبه العظم يقول لك أنا الأسس طب وإيه يعني أنت الأسس ده إذا كنت تريد أن تكون عظيما يبقى لازم تكون الآخر إذا كنت عايز تكون عظيم اعمل زي ما عمل السيدة العظيم اقتذر بمن شفه وانحنى وغسر رجلين التلاميذ بوحشتها وبطربها وبطنها إذا كنت عايز تكون عظيم اخضع لأقوال السيدة العظيم فالخادم يجب أن يكون وحتما أن يكون متواضع نعم ودي الوصية أو التركة اللي ربنا سأفها إيه هي التركة رب يسوع المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع نتكبر على إيه لا تتكبر على أخواتك ولا تتكبر على الرعية ولا تتكبر على خدام الرب لأن الكبرياء أول حاجة للسقوط لما نرجع لسفر إشعياء ونشوف في إصاحة 14 لما يتكلم عن الشيطان إيه اللي وقع على الشيطان الشيطان ده كان رئيس ملايجة يعني كان خدم كبير قوي خدم عظيم جدا ده كان مسبح من فريق التسبيح لسيد الأرض كلها يقول له ماذا سقطت يا زهرت بنت الصبح إيه اللي وقعك يا عم لأنه عايز يعلي كرسيه فوق كرسي العلي علشان كده الرب سقطه وكان سقوطه عظيمة وأنا بقول من هذا المنبر المقدس نعم وإحنا مجتمعين باسم الرب يسوع لأنه مكتوب حيثم اجتمع اتنين أو تلاتة كل مشاهد معنا باسم الرب الرب في الوسط فالرب بيعلمني ويعلمك أنه إحنا لازم نتعلم التواضع لازم ننحني قدام عمل الرب لازم ننحني ونخسل رجلين مع لنا بعض لازم نقدم لشعب المسيح صورة واضحة لسيد الأرض كلها التواضع إحنا لما نتكبر إحنا بنخسر حاجات كثير وأنا هقول لكل مشاهد على سبيل المثال الرب بعت دانيال برسالة عظيمة لملك عظيم في وقتها وقال له خد بالك يا جلالة الملك الحلم بتاعك كذا وكذا وخد بالك من المواضيع دي لاحسن الكبرياء صعب وعد على الكلام ده 12 شهر بعد 12 شهر الملك طلع على السطوح بتاع البيت بتاعته وبص كده على المملكة والواو هذه بابل إلا أنا بنتها بقوتي وقت داري هو لسه بيقول الكلام ولسه الكلام في بقه يقوم يسمع صوت من السماء تطرد من بين الناس تأكل عشب مع البهاين بس لإنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهاين وبعدين عرفها قعد كم سنة سبع سنين عرفها إيه الضربة اللي ربنا ضربوا بيها اتجن فقد عقله فقد عقله بقى زي الحيوان يأكل عشب مع الفيران وبعدين لما بعد سبع سنين رفع وشه للسماء وقال له خلاص بقى أنا قلت علمني وابتدأ يكتب أعظم الكلمات وربنا رجعوا لما كانت عايزة أقول له لكل خادم زميلي وبقول للنفسي معاك تواضع تواضع ليه بتتكبر ليه بتتكبر وبتتكبر على مين هو أنت أفكر أنك أنت صاحب الرسالة ده أنت بس كل العملية أنه الرب استخدمك على رسالته الرب هو اللي بديك الرسالة إذا كنت وعزت وعزة حلوة يعني أشكر ربنا الأستيس سامي اللي بيبعلمني حاجة كويسة أنا ده أستاذي وأبويا وحبيبي هو راح للسماء وقشت معاه سنين طويلة في الحقيقة كان أعظم مثال للخادم في الحقيقة كان متواضع وكان كل الناس تحبه قال لي عايزة أقول لك حاجة تقول الفضل يا باب الأستيس قال لي لما توعز وعزة قوية والناس تتبهر ويسلموا عليك ويبرقوا كده إيه ده البركة دي ده احنا تبركنا قال إدي المجد للرب لحسن مجد الرب يفرقك اعطي المجد للرب وقول له يا رب أنا ما استهلش إنك تستخدم إناء زي وزا وعزت وعزة فيها توبيخ ويعني واجعت الناس شوية الناس تطلع بدل ما هنبرق كده تطلع مكشرها وتسلم عليك تقول لك شكرا يا حضرة الأستيس اعطي المجد للرب لأنك أنت بتوصل لرسالة الله لا تبالي إحنا مش هنكلم الناس بالنعيمات إحنا هنكلمهم بكلام ربنا فزا كانت الخدمة كان فيها ثمر وبركة اعطي المجد للرب إنت مين وأنا مين إحنا أواني خزفية وفضل القوة لله لمن ويقول الكتاب من يفتخر فليفتخر برد عشان كده أول خطيئة للخدام وللأسف نعم أقولها بمرارة أقولها وقلبي بيئة اتصل إيه الموضوع أشوف خادم مش هاين عليه يكلم الناس يكلم الناس بمناخيه كأن الناس عبيد تحت إيده كأنه هو اللي مع السلطان الرب يقدر يستخدم أقل القليل يقدر يستخدم واحدة ست يمكن كبيرة في العمر الرب ممكن يزيحك عن الخدمة والكلام ده واضح في كلمة الله لما يقول له أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس أنا بخاف من الآية دي في الحقيقة دايما أرددها وأقول له يا رب أحفظني أكتب إلى أنا عارف أعمالك وخدمتك واستخدامك ما أنا اللي باستخدمك أنت إنسان هاي الرائع كويس جميل لكن عندي عليك إيه إنك تركت محبتك تركت المحبة يعني تكبرت يعني بعدت عن خطة الله عشان كده أقول له أذكر من أين سقط وتوب وتوب طب ولو ما تبشي بقى حضرة الخادم المتكبر لو ما تبتش يا حضرة الخادم المتكبر أنت والأسيس ميلاد لو ما تبناش سوا وتوضعنا قدام ربنا اسمع الكتاب يقولك إيه وإيه الله إيه رب إيه إيه الله دي أزحزح منارتك عارف يعني إيه زحزح منارتك يعني يزحزح خدمتك يزحزح شهدتك يزحزح الرسالة اللي دهالك تبقى إنسان ضعيف فين قوتك يا شمشون يا خادم الله راحة القوة فقطت القوة ليه بسبب الكبريات ودي أول خطية بيقع فيها لأنه ده سهم اسمه سهم إبليس المخفي المخفي عشان كده الرب يسوع كان أعظم مثال في التواضع الخادم المتواضع لما يتكلم عنه في إنجيل مرقص يقولك للوقت للوقت ده حتى لما يتقابل مع واحدة خطية اسمها السامرية يقول لها يعني الديني أشهر مكل تواضع يا سيد أنت مش عارف بتتكلم مين لما جات المرأة وبتخسر رجليه بدموعها وسمعان مضوظ لو كان نبيي لعلم من هذه المرأة يقول له يا سمعان أنا دخلت بيتكم غسل في ميشو جلي هي غسل لم تكف عن تقبيل قدمي خطياها الكثيرة غفرت لأنها أحبت كثيرا مثال التواضع مثال رائع سيد الأرض كلها قال عنه الكتاب أخلى نفسه آخذ نصورة عبد وضع في الهيئة كإنسان مش كده بس أطاع حتى الموت فهنتكبر عليه إيه اللي هنتكبر عليه يا خادم الرب إذا كنت متكبر بتيجي للادي ونحط وشينا في التراب ونقول له يا رب متأسفين إحنا فهمنا غلط علشان إحنا تبركنا في كم خدمة يعني عايزين ندوس على الناس ونقول له الأرض تهدي ما عليك أدي لكن يا حضرة الخادم وأنا معيك تعال مع بعض وخطوا رسنا في التراب سمحنا على كل كبرياء يا رب إحنا بنتواضع قداما ودي أول خطية في خطايا الخدام فضل اتنين أحب أقولهم يتفضل الخطية التانية الفلوس المصاري المصاري حذر دايما بولس يحذر تلاميذه وخدام يقول لهم محبة المال أصل كل الشرور إذا ابتغاه قوم يضلوا ده مش ضلوا عن الخدمة ده ضلوا عن الإيمان وطعموا أنفسهم بأوجاع كثيرة أنت بتخدم عشان الفلوس طب ما أنا أقول لك على فكرة أحصل أنت ممكن تطلع تشتغل شغلة تجيب فلوس أحصل من أنت هتقودها بالغاية وتبقى بكرمتك إذا كنت بتسعى أنا عايز أقول لك خادم الإنجيل من الإنجيل يأكل ما هم إلا هيسدد الاحتياجات لكن إذا كنت تسعى ورا الفلوس الفلوس تجري قدامك وإذا كنت بتبعد عن الفلوس ربنا هيسدد كل احتياجاتك لأنه هو اللي قال لما أرسلتكم بلا كيس ولا مزوى ولا عصر ولا أي حاجة هل أعوزكم شيء قالوا له لا عشان فإذا كان ربنا معانا وإذا كنت بتخدم سيد عظيم ملك الملوف اللي قال عنه الكتاب بالنبوة في سفر إشعياء الجالس على قرة الأرض ما يقدرش يسدد احتياجاتك لو أعدت أحكي اختبارات اكتست فيها وضيقات اختست فيها وشفت إيد ربنا في الوقت المصبوط المعين وهو بيسدد احتياجاتك حاجة حاجة يعني الواحد يخجل لما أقول فعلا حتى في عدم أمانتنا الله يبقى أمين ومش ممكن ينكر نفسه أخويا الخادم خد بالك إن الفلوس بتضيع الخدمة إذا كنت بتروح تخدم علشان هتاخد كام أنت بتضيع أحلى رسالة ربنا بدها لك بدل ما تدور على الفلوس دور على النفوس والله يقدر يسدد كل احتياجاتك بحسب غناه في المجل فخد بالك عزيزي خد بالك الموضوع مش فلوس أنا بشكر ربنا لأجل الخدام الأمناء الأفاضل اللي حطوا الفلوس تحت رجليهم لكن في ناس وأنا متأسف إن أنا بقول كده بقول وأنا خجلان بقول وأنا ضعيف في ناس حطت الفلوس في قرصها حتى لو زادت هتلاقي نفسك تنحني لأجل الفلوس تنحني لأجل الفلوس عشان كده خلي راسك مرفوعة وخلي عينك على رب الله يقدر يسدد احتياجاتك بطرق كثيرة بطرق مختلفة بطرق متنوعة من حيث لا تعلم ممكن يبارك في السلة بتاعتك وده حقيقي وهو اللي قال يبارك في معجنك يبارك في مخبزك يبارك في كل حاجة هقول لك قصة من الخدام الأفاضل اللي سبقونا للسماء أخ فاضل جدا مراته بتقول له يا خادم الرب ما عندناش عيش في البيت ما عندناش دقيق نعجل نعمل عيش فقال لها نصلي فقعد يصلي والباب خبر فقال لها ربنا بعد اللي أكل فلقى واحد شايل شوية دقيق وعملي خبط حضرة الأسيس هنا الأسيس ده معروف على فكرة خدم في الأردن وخدم في مصر وفي الصعيد بس اسمه هيجي دلوقتي يعني هو راح خدم من الخدام الأطقياء الأفاضل لسبقونا للسماء نعم فقال لها فرح يا أمو العياد أهو ربنا باش بعت كيلو دقيق ده بعت شوال دقيق قال له حطه نزله حطه عند الباب فالراجل حط والست فرحت وراحت سخانة المية وجابت المجور اللي بتعجن فيه وجابت الحطب وابتدأت تسخن الفرن وريحت جيب دقيق من الشوال علشان تعجن ما لقيتش الشوال فناديت على الأسيس يا أسيس هو انت وديتش والد دقيق فين قال لها صدقيني حط خبط وقال لي ما عنديش أكل فقلت له خدت شوال فزعلت وغبت طب ادي له نصه احنا نصه وهو ربنا عارف ان احنا ما عندناش قال لها صدقيني ربنا قال لي ادي له دقيق فانا هو اللي رجابه وهو اللي خد خلاص طب انا اعمل ايه مش لازم اسمع كلام ربنا قالت له هو انت لو كنت خليت شوية انا هنعمل دوم عيش كان حكا وابتدأت الخناقة لكن غبت وقالت له خلاص انت حر انت تدور بقى على اك مفيش ساعة تعدي والباب يخبط العمدة بتاع البلد كان عنده فرح لابنه وبعدين قال لل الشغالين اللي عنده احنا نسيين حضرة وشوية عيش من المخبوزين للفرح وشوية اكل شكلوله شوية وبعتوهم بخدم الرب وخبط الباب وداخل الناس بصواني مليان اكل اتسب فوش امراته قال لها ربنا عايز يرحمك من الدخانة بتاعة الفر وعايز يريحك من العجين واللت وعايز يريحك وجايب لك الاكل مخبوز كان معظم احباء ياخذ من ربنا لو فكر يبعت لك شوية دقيق وقال لك ود شوية لدقيق لصحبه لانك مش انت صحبه يبقى بيفكر لك تعيش مخبوز لم ولن يعوزنا شيء ممكن ناخد فاصل قصير ونرجع مع بعض من نكمل موضوع الحلقة مشاهدين الكرام فاصل قصير ونرجع اليكم مرة اخرى لاستكمال حلقات هذا اليوم يا عالم انا بإلهي شبعان مر حلقات جهة تقدمات لآرامية اعد طريق الرب عندما كان الرب يسوع المسيح في طريقه للدخول الى مدينة نايين اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها جمع كثير من المدينة باهبون ليدفل ميتهم لم تكن الجماعة حاملة هذا الشاب الى الطبيب او المستشفى لانه مريض او في حالة حرجة بل كان ميتا وانتهت حياته لكن الرب تحنن على الام وتداخل وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه احباي المشاهدين ما زلنا في حملة جمع التقديمات للارامية وفي الاسبوع الثاني وصل مبلغ التقديمات الى ستالات دولار شكرين الله على هذه التقديمة صلوا ان يتداخن الرب وينمس الارامية باللمس خاصة واما انت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك انا نفسي ابي وفرحاني بابن الانسان بابن الانسان بدم واشتراني وخلاني ملك وسلطان ملك وسلطان لا فلوسك ولا ولا ذهبك ولا ولا حتى كنوس الدنيا كمان مش راح قبلك لو كانت على اعدت طريق الرب حملة جمعة تقديمات الارامية فحدث نوء ريح عظيم فكانت الامواج تضرب الى السفينة حتى صارت تمتلي كادت السفينة ان تغرق لانها امتلأت بالمياه واستخدمت تلاميث كل الوسائل والطرق لانقاذ السفينة من الغرق لان الموت اصبح امر حتمي ووشي وبحكم العقل والمنطق لا يوجد حل فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك انا ساكن فحصو الصخر ولي انا حنس انا مصنع من صخري اسوأ لنرقاب للكس انا ساكن فحصو الصخر ولي انا حب انا مصنع من صخري اسوأ مشاهدين الكرام مرة اخرى نرجع اليكم لاستكمال موضوع حديث حلقتنا لهذا اليوم نحب نذكركم انه التليفونات مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم وطلبات الصلاة على رقم الارامية الموجود على الشاشة نرحب مرة اخرى بجناب القس ميلاد سمعان وحابين نذكر حضرتك ذكرت عن خطايا الخدام الخطايا الاولى كانت الكبرياء والخطيئة الثانية هي محبة المال هل هناك خطايا اخرى للخدام حضرت القسيس؟ خطيانة كبيرة ومثلتلة ولولا رحمة الله لكنا رحمة بلاش لكن من محبة الله انه دايما واحنا بنقرأ الكتاب نلاقي العلاج وكأنه الكتاب المقدس المراية اللي يجب انه الخادم يبص فيها علشان يشوف نفسه ويبتدأ يلاحظ عيوبه ويصلح عيوبه لانه لو ما صلحش عيوبه هتبقى حاجة صعبة جدا وفي الحقيقة لما ذكرت عن الكبرياء ما عفتش نفسي من الأمر وبصلي ان ربنا يديني روح التواضع وأكون بخسل رجلين إخواتي وكل واحد أكون بساعده حسب فكرة الله وربنا يكمل فدمتي وأنا محني قدام إخواتي بخسل رجليهم زي ما سيدي علمني اصنعوا بعضكم مع بعض حاجة تانية محبة المال وربنا يحنينا من المال لأنه مفيش حاجة تميل الإنسان غير المال الفضة بتفض والدهب بيذهب صحيح والمال بيميل الحال لكن أنا أصلي لأجل كل خدام الرب ثبت عينيك على الرب والرب مش ممكن هيبيتك عنه نعم يقدر يبعت في زمن القحط والضيق مع الغراب أكل الخادم الرب نعم يقدر يبعت ويعمل أمور عظيمة ولما يكون خدام الرب مش لقيين يأكله ويجيب واحد أكل فيه سم حنضل ويحطه في الأكل بتاع خدام الرب يقوم خادم الرب شوية دقيق يحول السم الأكل حل نعم الله يستطيع ومش ممكن الرب بيعلم وسيلة هو اللي خلق السماء والأرض خلق كل حاجة بغنى الله يقدر يعمل كل حاجة ويسدد كل احتياجاتك يستطيع ولا يعصر علي أمور نعم فما تجريش وراء المال لأنك لو جريت وراء المال هتنسى الهدف صحيح هتنسى الخطة هتنسى الرسالة اللي ربنا عملها وأنا هقول لك مثل واحد بس وهرجع أكمل عن خطايا الخدام نعم لما خادم الرب اللي كان بيخدم خادم الرب جيحزي نعم وشاف نعمان السورياني بيعزم على أليشع بعد شفاءه بكم من المال والدهب والثياب لكن رجل الله أليشع قال له بص لاحسن تفكر إن بفلوسك دي تغنيني لا 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 روح يا عم بفلوسك أنا مش أخد منك حاجات مجانا أخذتم أو مجانا إنت خد مجانا أعطي مين واخد باله من الحديث خادم الرب الأخ يحزي تجزب تبيع سيدك تجزب عشان تاخد فلوس قال له ده سيدي أصلي جاله ضيوف ومعلش يعني هو رجع في كلامه في الحقيقة إدينا بس أي حاجة من عندك كده لماش أمورنا ويعني عشان الضيوف اللي عنده وفعلا كان عنده ضيوف كذب كذب يرجع لرجل الله ورجل الله يسأله انت جيت منين يا جحزي يقول له آبدا نسيت انت بتصلي برا وانا قاعد انت بتصلي جوا وانا قاعد برا ما روحش ده أنا الحرس بتاعك أنا تحت أمرك انت محتاج إيه شوط مية تغسل إديك قال له هو أنت لما جريت وراء نعمان مش قلبي كان بيجري معي مش أنا شايفك بالإيمان يا جحزي هو أنت بتعمل حاجة اكمنك عملتها في الخفة مفكر ربنا مش شايف ده ربنا بيشوف النملة السودة اللي مشي في ليلة سودة على حجر اسود يعني تقول لي ازاي دي الله يرى كل الأشياء ما فيش حاجة مستخبية عليه حتى لو الإخوة والناس ما خدوش بالهم وتحكت عليهم انت تحكت عليهم ولا تحكت على ربنا اللي شايف كل الأمور عموما راح لجي حزق راح لرجل الله راح جراء قال له خلاص انت خدت الفلوس قال له قال له تاخد البيعة على بعضها انت تاخد البيعة أنا بحذرك يا خادم الرب وبحذر نفسي إذا كنت بتجري عشان الخدمة عشان الفلوس فبتخدم عشان الفلوس خد بالك هتاخد البيعة على بعضها قال له برس نعمان يلصق بك وبنسلك دي محبة المال لكن التالتة بقى وحشو يعني ممكن محبة المال تتصل يعني واحد بيحب المال تعالى توب معي النهاردة ونتوب وقدام ربنا وربنا هيسدد الاحتياجات وهنتكل على ربنا وما فيش وربنا مش هحسبلك دي خطيئة كبرياء تعالى نتواضع قدام ربنا ونقول له متأسفين احنا كنا متكبرين يا رب وفكرنا الخدمة احنا اللي عملناها بقوتنا وبنينا بابل بشجعتنا احنا متأسفين يا رب ورجع عقله ورجع الى مكانته لكن المصيبة بقى نعم وانا مخلي المصيبة للاخر ربنا يحفظني ويحفظك انا مش هشيل نفسي من الموضوع لاني بطلب حماية الرب على حياتي وانا اثق اللي حفظني طول السنين هيكمل معي اوحش خطيئة للخدام سمحيني ان انا اتكلم في الموضوع ده نعم لانا الموضوع حسش شوي نعم طيب علشان اذكره كويس ممكن نقرأ جزء من الكتاب رسالة بطرس الرسول التانية اصحح اتنين يا ريت كل مشاهد يلا مع الاختنا ده وهي بتفتح الكتاب افتح الكتاب رسالة بطرس الرسول التانية كلام في منتعى الخطورة في منتعى الخطورة انا مش ارى الاصحح كله بس اتمنى انت تطيره كله اختنادى تطيرنا من عدد سبعتاشر من فضلك نعم هؤلاء هم آبار بلا ماء غيوم يسوق هنوء الذين قد حفظ لهم ختام الظلام الى الابد لانهم اذ ينطقون بعضائم البطلي يغدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد لان من غلب منه احد فهو له مستعبذ ايضا لانه اذ كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم لمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الاواخر اشد من الاوائل لانه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من انهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم قد اصابهم ما في المثل الصادق كلب قد عاد الى قيئه وخنزير مختسل الى مراغات الحمأة واو يا قسيس انا حابة اركز على العدد عشرين لانه اذ كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا هل هنا ده يقصد مؤمنين مؤمنين يا اسيس بعد ما عرفوا الرب وخلص لو اريت شوية بيقول عرفوا الرب المخلص يسوع المسيح وقال عليهم مسهل صعب قوي نعم كلب عاد الى قيئه وخنزير مختسل الى مراغات الحمأة هل هذا معقول بعد ما عرفة الرب المخلص كلب في مطال خطورة نعم شوف انت اتخذت ازاي من الشاهد انا عايز اقول للكل خادم عايزك ترجع على النص با يا طرى بتكلم مين عرفة اول الاصحاح نعم سمهم انبياء كلب وضرب مثل ببلعام ابن بعور نعم وبعدين ابتدأ يتكلم على الخدام بيعرفوا الكتاب بيعرفوا الكتاب بس عاملين زي البير اللي ما فيوش ماي عنده ايات كتابية خادم رائع يحط الكلمات مظبوطة يعرف يربط التكوين بالرؤية يحط هنا آية وهنا آية ويعمل وعظة رائعة محاضر رائع نعم رهيب وبعدين بعدين عرف الرب مخلص نعم وبعدين يعمل ايه يرجع للنجاس والكتاب قال عليهم مثل صعب قوي ككلب عادة يا قي يرجع للقي بتاعه كخنزيرة مختسلة مختسلة للحمة ده ممكن نشوف خادم للرب كده يقولي الكتاب ياريتو ما عرف المسيح أصلا نعم وكان خله في النجاسة على قل يوبا ضميره مستريح صحيح يوبا ضميره مستريح لكن خادم خادم الرب الرب اتمنك على الخرفان تاكلها عرفها يقول الكتاب بوليس الرسول يقول ايه يدخلوا البيوت يسبون نسيات نسيات يعني مصغر نساء يعني الستات الصغيرين اللي ماتوا أجوازهم بدري وأرامل يدخلوا البيوت في صورة خدام الرب حامل كلمة الله ويعمل ايه يسب النسيات يا للعرض يا للعرض خادم لي خدمة طب ما كنت خليتك زي ما انت زمان ما كنت خليتك في النجاسة وخلاص الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل انا بقول وقلبي بيتقطع يا خادم الرب يا خادم الرب ما تاخدش أمثلة من العهد القديم وتقول أصل داود عمل كده طب أنا عايز أسألك سؤال لما داود عمل كده وتاب قدام الرب هل ذكر مرة تانية إن داود عمل كده دا قال أعلم الأثمة طرقك والخطاط إليك يرجعون دي كانت هفوة وغلطة وراحة قام بعد ما قال عوم تسريري بدموعي وبعدين الكتاب يشهد عنه في سفر الأعمال وجدت في قلب داود عبدي حسب قلبي ما رجعش تاني للخطية لكن أنت واخدها سلاوة تطلع من بيت لبيت أمور ذكرها قبيح زي ما بيقول الكتاب هأرى لك أي من رسالة أفاسوس ممكن حضرات القديس نأخذ اتصال ونرجع نأخذ الاتصال من الأخ شمعون تفضل أخ شمعون سلام المسيح معكم أهلا وسهلا أخ بلاد مش عم بتركك يعني أنت نورتنا نورتنا تنوير الليلة الله يبارك فيك الرب يحميك يا حسن وفي الموضوع والموضوع بداخل بالحلقة بالضبط يعني أنا أول شيء أول شيء ما احترامي إلك السيء عم بعترض عليك اعتراض لأنك عم بتنادي فيهم خدمة الرب اللي بتاجروا بالمال هم مش خدمة الرب هم خدمة المال دكحة أصبحوا خدمة المال دكحة يعني سري سامحني لا أنت دكحة السيء راح أقول لك الحكاية دي ومش راح تفوت دماغك يعني مش راح تفوت دماغك لما رب المجد دخل الهيكل وشاف السيارفة وباعت حمام والأمرجية والمصاري ضربهم وطردهم قال لهم جعلت بيت أبي بيت ضعار واللصوص مغار التصوص نعم فأنا بحكي مع خادم الرب بقول له يا خادم الرب أنتوا عم بتجيبوا الكنيسة صدقني والرب شاهدي بتجيبوا الكنيسة مصاري نجاسة حرام عليكم أنت بتقول له تتذكر الرب لما تفوه كذا كذا قال لي يا هذا كان عزمان الرب بس إحنا هلما منجيب المصاري النجاسة ومنجيبهم لعرش النعمة ومنصلي عليهم يتحللوا ويصيروا نظيفة في الحقيقة تتحلل الدولارات وبتصير نظيفة أستيس سامحني على الكلمة دي وقالله يرحمهم وقالله يرحمنا ونسمع كلامك الله يخليك شكرا أنا متشكر جدا أخشمعون لاتصالك وفي الحقيقة يعني الكلام اللي انت بتقوله بيوجع القلب في الحقيقة لكن ده اللي حاصل والكتاب سبق وقاله لأنه بيحذرنا مش لا يليق لا يليق انك لابس توب الخادم وعمال كل الشغلة مصاري ورشاوي وأمور ذكرها قبيح فأنا بصلي لأجل كل واحد حط نفسه أو نصب نفسه خادم أو الناس نصبوه خادم ودي المشكلة دي مشكلة كبيرة يعني خادم مين العينة خادم يقولك قص الأخ دوت دول فرزوه للخدمة طب قبل ما تفرزوه للخدمة ما تشوفه الموضوع يعني مشهود له وهو يعني هما كلمتين اللي ممكن نحفظهم نصنع خدام بكلام محفوظ ولا بكلام معاش ربنا يبركك أخي شمعون أنا متشكر لإتصالك والمدخلة بتاعتك شكرا ربي باركك نعم تفضل حضرة الأساس أنا كنت هذكر في رسالة أفاسوس رسالة أفاسوس إصحاح خمسة ومن عدد واحد بيقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء أسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيح لله رأح طيبا بعدين يكمل بقى وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع اللي هو محبة المال فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين نعم زنا ونجاسة لا يليق بقدسين لا يليق لا يليق بخدام الرب لا يليق أنا أنا مش لدي حد ومقصودش حد نعم أنا مقصودش حد نعم وقبل ما بتكلم وبشاور أنا بشاور على نفسي نعم وأنا مش بطلع نفسي من لسة خدام الرب وأنا تحت بعض لكن عايزة أقول لك واحد بعد ما عرفت الرب المخلص وسبت النجاس ده الكتاب اللي يقول مش أنا نعم في رسالة بطرس التانية صح 2 نعم ارجع للكتاب بعد ما سبت النجاسة والشهوات العالمية والشهوات الرضية والنظرات الغبية بعد ما سبت وعرفت الرب المخلص وقبلت المسيح المخلص ترجعت بعد ما عرفت المسيح يا ريتك ما عرفت المسيح لأنك أنت مش أنت اللي وقعت ده أنت وقعت وراك ناس كتير ناس تخمت فيك ناس بعدت عن ربنا بسببك لأنك كنت صورة قدامهم صورة ربنا قدامهم كنت بتمثل الله قدام الناس عشان كده اعمل معروف تعالى توب معايا وقلوا رب رحمني تعالى توب بس أنا عايز أقول هنا حاجة نعم والله يسمحني أنا متأكد يعني لأني أنا بقول بالروح القدس بإرشاد الله لو خادم للرب وقع في زلة النجاسة نعم سمحني أن أنا بقول كده وأنا ما قصودش حد لن يقبل في الخدمة ممكن يقبل بعد ما يتوب كأخ في الكنيسة أخ عادي لكن أنا بحذر كل كنيسة وكل جماعة رب اتمنها وكل طيفة وكل مؤسسة مبنية على اسم الرب يسوع المسيح لو في خادم للرب وأنا أول واحد لو في خادم للرب نعم طب معفل فلوس هننصحه ونصلي معاه ويخدم الرب متكبر هنصلي معاه ونقول له تطيها شوية ويخدم الرب نعم لكن يرجع للنجاسة لن يقبل خادم يقبل أخ يقبل أخ بأي صورة هيقف يخدم الرب بأي صورة بأي صورة بأي صورة يقف يتكلم مالهاش حل لو كانت خد فلوس مش بتاعته ممكن يرجع اتكبر شوية ما فيش مشكلة لكن النجاسة ده خان الله وخان مراته وخان عياله وخان الكنيسة اللي بيخدم فيها صحيح يا أخي اعمل معروف اعمل معروف مالكش دعب الخدمة مش شغلتك مش شغلتك انت كنت محترف في الخدمة انت كنت هاوي الخدمة وبعدين احترفتها بقت حرفة لكن ما كنتش بتمثل الله حتى لو كانت خدماتك قوية أنا عايز أقول لك المصيبة اللي سببتها بوحشتك أعظم من كل الخدمات اللي خدمتها ويمكن ربحت فيها نفوس لرب أنا بصلي ربنا يحفظني ويحفظك تحفظك وترجع تتوب قدام الرب محدش كبير إذا سقطت أخوه إذا جلست في الظلمة الرب نورني بس أنصحك نصيحة أخوية كخادم مالكش دعو بالمنبر حتى لو الناس حكموا عليك إنك تبت مالكش دعو بالمنبر وأنا بقول أي قناة مسيحية تاخد بالها من الحكاية دي أي كنيسة أي جماعة مؤمنين يرجع أخ ياخد الميدة ياخد الميدة ويبقى تحت عينين المؤمنين لكن ما يقفش على المنبر أنا مش قاسي أنا مش قاسي ضد حد لكن أنا بتكلم بكلام الله بكلام الله أي زنة أي زنة أي نجاسة مالهاش حال مالهاش حال يكفي إن الرب يقبلك كأخ يكفي إن الرب كتب اسمك في سفر الحياة ومش هيرميك في الزبالة ولا جهنم وهتخلص كما بنار لكن ما ينفعش توقف على خدمة على منبر الرب وترجع تاني لك ما ينفعش لا يليق لا يليق بخدام الرب لا يليق طبعا فيه آيات نعم يعني الوقت مش هيكفي إن أنا أخردها على النجاسة والزنا وسط خدام الله نعم وسط خدام الله عايز أقولك شمشون الجبار المستخدم اللي موت ألف واحد بلحي حمار اللي عمل انتصارات عظيمة اللي شال الباب بتاع المدينة وطلع بيه على الجبل شمشون لما وقع ما رجعش للخدمة اتقورت عينيه ما رجعش للخدمة رجع للرب وإسمه جه في سحابة الشهود في رسالة العبرانيين وراح السامع على حساب دم المسيح بس ما رجعش للخدمة عشان كده بحذرك ما ترجعش للخدمة إذا كنت وقعت في النجاس نعم كفاية روح اشتغلك أي شغلة تانية وتبقى أخ في الكنيسة وياريتك تروح كنيسة تانية كمان علشان الإخوة ما بوصلكش بصة وحشة وتبقى في نظرهم إنسان مش كويس انقل من البلد اللي انت فيها إذا كنت في مصر روح ليبيا ولا حاجة وغير مكانك علشان اهو تكمل اليومين اللي عايشهم قدام ربنا في خوف ربنا وعيش صوم وصلي علشان ربنا يطلع من قلبك النجاسة وتعيش إنسان مقدس أصعب خطيئة أصعب خطيئة الرب يحفظنا ويساعدنا كمؤمنين وكخدام من خطيئة الكبرياء ومحبة المال والنجاسة ساعدنا إنه نعيش في قداسة نترك موضوع خطيئة الخادم وننتقل إلى جانب آخر لو نلاحظ شاول الترسوسي جناب الإقسيس كان قبل له سلطان يأمر وينهي وبعد ما عرف الرب يسوع مخلص شخصي في حياته تغيرت حياته وصار هو في سلسلة من الآلام والاضطهادات هناك سؤال يطرح نفسه لماذا يسمح الرب بالألم للخادم سؤال كبير طبعا عايز أقول حاجة كويسة إن أنت غيرتيني الموضوع لأنه في الحقيقة أنا مش عايز أتكلم أكثر من كده في الموضوع لأنه بيسبب لي مرارة وألم شديد وبحس نفسي إن أنا عايز أحط راسي في التراب لأجل خطايا الخدامة لكن أشكرك لأنك أنت نقلتين للمجد بتاع الخدامة آمين ويقول الكتاب وكلام رائع جداً كتبوا بولس اللي حضرتك ذكرت عنه نعم في رسالة رميا صاح 5 بيقول كده لنا سلام على الله اللي صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون شوف الكلام الحلو اللي جاي بقى نعم نفتخر على رجاء مجد الله نعم وبعدين يا بولس قالوا أيضاً نفتخر في الضيقات تفتخر في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبر والصبر تزفير تزفير رجاء والرجاء لا يخل لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس في الله في الحقيقة الضيقات للخادم نعم بعض الناس أو بعض المفسرين يقولك الألم نتيجة التأديب أصلي ربنا بيقدبه يعني إذا سألك سؤال بولس كان بيتقدم تموساوس كان بيتقدم طيتوس كان بيتقدم خدام الرب اللي كانوا عينينه ومرضى اللي بولس قال أعطيت شوكة في الجسد طلبته من الرب ربنا رد عليه قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي فأنا عايزك يا بولس كده لأن عايز أصهر مجدي في ضعفك عايز أصهر قوتي في ضعفك طيتوس كان تعبان وتيموساوس كان عنده استسقة يقول له من أجل أسقامك الكثيرة يعني ما علش وصف للوصفة البلد اللي كان وقتها ما فيش العلاج غير كده فعايز أقولك عزيز المشاهد يا خادم الرب مش كل ضيقة بتخش فيها خد بالك ده تأديد والدليل الكتابي يقول له أكتب إلى ملاك كلمة ملاك كنيسة يعني خادم نعم رأي الكنيسة أكتب إلى ملاك كنيسة سميرنة يقول له أنا سمحت لك بضيق عشرة أيام طب ليه يا رب ليه يا رب عشرة أيام ماينفعوش تسعة لا ماينفعوش هو ربنا قال عشرة أيام وتمر على الكنيسة عشر أباطرة يبهدلوا الكنيسة يبهدلوها يدبحوا المؤمنين في الشوارع ينوروا بيه مش شوارع مؤمنين ليه يا رب الضيقة دي قال الضيق يونشئ فصر وكأنها مدرسة الألم وإذا كان الرب يسوع قال كده إذا كانوا فعلوا بالعود الرطب هكذا فكان بكان باليابس وإذا كان ربنا كان نسلنا الأعلى في الضيقات والألمات وتقلم لأجلنا ضاق الموت لأجلنا اتعذب اتضرب بالكربهاج فإذا كان السيد عملوا فيه كده فكان بالحرم وبعدين الكلام الحلو اللي قاله بوليس برضو اللي حضرتك ذكرتين الحامل في جسدي سمات الرب يسوع يعني إيه سمات الرب يسوع ألمات الرب يسوع الألم وصدقوني أحبائي خدام الرب ياللي بتتقلمه ياللي أنتو تحت ضيق افرحوا لأنو أنتو في الخط المزبوط بس أخد بالك مش كل ضيق هو خط مزبوط ممكن يكون تأديب من الرب ومش كل تأديب من الرب أو مش كل ضيقة بدخل فيها يبقى تأديب من الرب عشان محد شوفهم غلط أنا مش عايز أعفي دي أو أحط دي بلاجي لا لا ممكن خادم يعني تعب شوية رجليزة أحلاقت شوية عمل كده يخش تحت بند التأديب وقال كده تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم ولما نرجع لميدة الرب في كرونسوس الأولى صح 11 يقول كده لأننا لو كنا إحنا إحنا الخدام لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لكن نؤدب من الرب لكي لا ندن من الرب طريق الخدمة في ألمات في صعبات يقول له كده أنا هوريك كم يبغي أن يتألم من أجل فده طريق الرب قطنوا من عاش كلام مثل العاس أعدوا طريق الرب حملة جمع تقديمات الآرامية أنا الكرمة وأنتم الأخصان الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا هل أنت في المسيح؟ لا يستطيع الغصن أن يثمر إن لم يكن ثابتا في الكرمة لكن متى ما ثبت حينها يستطيع أن يعطي ثمرا جيدا نحن بدون المسيح لا نستطيع أن نثمر للملكوت اثبت إذن فيه وعطي ثمر يليغ بالكرمة التي أنت غصن فيها الآرامية بحاجة إلى 250 مشترك شهر بقيمة مئة دولار فيك بيتم صلوا من أجل هذه الخدمة في الحاجة فيك بيتم وإن كان حالك يا خي حال العدم وعده أمينه بيزدد كل احتياج حبيبي أبيض أحمد مطنوع من عاش كلامه مثل العسل كل وعيد حملا جمع التقدمات لآرامية أعد طريق الرب عندما كان الرب يسوع المسيح في طريقه للدخول إلى مدينة نايين إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة ذاهبون ليدفلوا ميتهم لم تكن الجماعة حاملة هذا الشاب إلى الطبيب أو المستشفى لأنه مريض أو في حال حرجة بل كان ميتا وانتهت حياته لكن الرب تحنن على الأم وتداخل وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه أحباء المشاهدين ما زلنا في حملة جمع التقديمات للآرامية وفي الأسبوع الثاني وصل مبلغ التقديمات إلى ستة الات دولار شكرين الله على هذه التقديمة صلوا أن يتداخل الرب وينمس الآرامية باللمسة خاصة وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك أنا نفسي أبي وفرحاني بإذن الإنسان بدم مشتراني وخلاني ملك وسلطان ملك وسلطان لا فلوسك ولا ولا ذهبك مشاهدين يا كرام مرة أخرى نرجع إليكم ونحب نكمل ما تبقى من الأسئلة حفظة القسيس حابين نعرف هل كل ألم هو تأديب من الرب؟ هو في الحقيقة زي ما ذكرنا قبل كده قبل الفاصل وقلنا مش كل ألم تأديب بس كل ألم بركة حتى التأديب بركة لأنه الله يقصد بالتأديب أنه يرجعنا من خلال الألم علشان نرجع على الخط تاني صحيح يعني ما يقول في مزمور 23 عصاك وعكازك هما يعزين اللي بيعزين العصايا والعكاز نعم وفي الحقيقة العصايا اللي بيستخدمها الراعي لما الغنماية توه أو تميل عن الطريق يقوم بالراحة كده بالعصايا صحيح يلا 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 تعالي ويرجعها على الطريق والعكاز بيستخدمه في حاجتين الحاجة الأولانية احنا عارفين العكاز المعووج ده اللي في الآخر حتة حديدة لو جه تعلب أو عدو على قطيع الرب نعم يقوم الراعي يمسك الحتة المعووجة والحديدة تبه فوق ويروح نازل بالحديدة على رص العدو يكسر دماغه إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلك عشان كده عصاك عكازك يا عزاني لكن الحاجة الحلوة التانية لما غنماية تقع تقع غصبة عنها في حفرة في الجبل بسبب أنه كانوا بيعملوا حفرة عشان طلعوا مية بير نعم فتقع غنماية يقوم يمسك الحديدة بإيده والحتة المعووجة ينزلها يروح شايل الغنماية من تحت بطها كده ويروح مطلعها ويعملت ماء 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 إيه كنت فين؟ كنت وقع فاحت لأشكرك يا حضرة الراعي لأجل عكازك عصاك وعكازك هما عزاني فربنا بيسمع بالضيقات والألمات في الحقيقة عشان يلمعنا وينظفنا ويهدبنا نعم ونصير من مجد إلى مجد ونقول بفم متسع بترنيمة عظيمة رب أشكرك لأجل سماح الضيق والألم اللي بتمررني فيه لأنه يقول كده الثقل الثقل مجد أبدي يا سلام يعني ده كل ده ولا حاجة لأنه ده بيخلي ثمن غالي آمين مجد أبدي ينتظرني آمين ولما نجاهد قانونيا سنكلى القانونية آمين حضرت الأسيس أكيد كل خادم في خدمته هناك معطلات برأيك ما هي معطلات اللي تواجه الخادم في خدمته الحقيقة المعطلات لا حصرة ولا عدد لها لأنه إبليس بيعرف يتفنن إزاي يعطل الخادم نعم لأن الخادم بيخرب مملكة إبليس صحيح فلما أخرب مملكة إبليس يبقى لازم يعطل كنت قاعد مع خادم الرب الحلو الأسيس ناجي نعم وقال لي أقول لك نصيحة في الطالة فضل قال لي يوم الحد اطفل تليفون أنا عمري ما عرف أعمل كده ليه حضرة الأسيس قال لي يعرف إبليس يبعت لك واحد أو وحدة عندها مشكلة مثلا وهي بحسنيني نعم فتقوم تتصل بيك وإنت محصور في حضرة ربنا والرب يعني واخدك في طيار بيوريك هيقول إيه وبيعدك للخدمة نعم وقاعد تصلي لأجل الكنيسة لأجل الخدمة لأجل المنبر وده يجب أن كل خدم يعمل كده نعم قبل ما يطلع فيقوم يبعت لك تليفون فتت يطلعك من حضرة ربنا يطلعك من حضرة ربنا فده معطل نعم فربنا يساعد من النعمة ده معطل من معطل معطل التاني ممكن شريكة الحياة بكل بساطة بكل بساطة وهي عندها حسنينية نعم بس ممكن يعني ما عندناش أكل النهار واحنا ما جبناش أكل ما هصلي ما فيش طب معنا عندي خدمة سبيني دوقتي عندي خدمة نعم نشكر رب لأجل المراتي ما بتعملش كده عسل حد يفكر انه لا أنا دشكر ربنا لأن احنا مزبطين مع بعض نعم لما يكون مغمض عيني وقاعد كده ساكت ما تكلمينيش ولما يكون عندي خدمة من فضلك ارجئي كل الطلبات لغات لما أرجع يعني أحيانا لكن نشكر ربنا الوضع العام كده ففي معطلات للخدمة ممكن لولاد نعم فيه طرق كتيرة إبليس عايز يعطن لكن لا نجهل أفكاره فاحتزر من انك تتعطل عن خدمة خد حذرك وعلى فكرة بالصلاة والصوم وقرية الكتاب وكل ما كنت في دايرة النعمة إبليس ما يقدرش يعطلك إبليس يعطلك يعني أقول كلمة بس ما حدش يساعد لا ما حدش على فكرة ممكن الخدمة تعطلك عن البركات خدمة الأساسة هيخرف ولا إيه ممكن الخدمة تعطلك عن البركات يعني يعني أنت قاعد قدام ربنا في خلوتك وتقرأ الكتاب ويجي لك حد عايز تخدمه ياخدك من الخلو ياخدك من حضرة الملك العظيم نعم فاخد بالك حتى في خدمتنا ناخد بالنا إحنا مش بشغلتنا أن إحنا بنخدم الرب إذا معرفتش تطلع على الجبل مش هتعرف تنزل للوادي إذا معرفتش تطلع على الجبل وتاخد راحتك في حضرة الملك العظيم وتاخد منه مش هتعرف توصل للناس في الوادي الطعام اللي هم محتاجين نعم أنا بقول للنفس وبقول للكل خادم خد بالك من الحاجات اللي ممكن تسحب منك الطيار تسحب منك البركة تسحب منك النعمة وكل هدف إبليس أن يحط لك معطلات في الطريق عشان يكعبلك علشان تقع هقول لك قصة صغيرة حلوة الرب حطها في زيني ولد صغير مؤمن طقي ويقول لزي ما وكان فيه أعدادي سن أعدادي قارتها في من فكوتاي بالقصة نعم فالولد الصغير الطاق المؤمن الحلو اللي بيحب الرب ده بي دايما يكلم صحابه عن المسيح تعالوا معي الكنيسة يا الرب دي يسوع حلو ده أنا عارف في الرب المخلص فاتغزوا منه وكان كل يوم يركب العجلة بتاعته ويطلع تلة عالية وينزل للبلد علشان يروح للمدرس ياخد درسه الخصوص فقالوا احنا نعمل فيه فصل وهو طالع بالعجلة احنا نجيب له حجر كبير نعم ونكتب له عليه ورينا يسوع اللي بتحب وهينقذك ولا لا لانه هم عارفين لما بيطلع بيطلع بصعوبة للجبل وهو نازل بينزل مندفع بقوة انحضار الجبل فيروح داخل في الحجر اللي في طريقه فيقع يتشقلب العجلة تتكسر وورقة على الحجر مكتوب عليها ورينا يسوع اللي انت طالعه وهو طالع على الجبل شوكة في الجبل دخلت في الكويتش بتاع العجلة فالعجلة فضي الهوى منها زعل قوي زعل قال له يا رب ما انا بحبك يا رب ما كنتش قادر تبعث ملاك يشيل الشوكة دي يعني يا رب العجلة هتوبة ثقة يعني بدل ما العجلة شيلاني انا هشيل العجلة وغيط لما طلع على قمة الجبل وفوجي ان الحجر مكتوب عليه يسوع ادري نجيك فرفع عنه للسماء وقال له اشكرك ده انت اللي بعدت ملاك بالشوكة علشان ما اقعد ده لو ما كنت لما كانتش الشوكة الصغيرة فكويتش العجلة كان زماني دلوقتي نازل الجبل وانا بتضحرج وتكسرت رقبتي وتعورت والعجلة كسرت اشكرك يا رب لاجل الشوكة الضيقات اللي ربنا بيسمح بيها والالامات اللي ربنا بيسمح بيها لينا لما تنتظر شوية زي ما قال للبطرس تفهم فيما بعد هتلاقي ربنا معدلك بركة كبيرة بسبب الشوكة الصغيرة عشان يحتزن حضرة الاستيس برأيك هل تعتبر قناة الارامية كنيسة؟ وبعدين بقى يعني هنقولي احنا دلوقتي احنا اتفقنا ان الكنيسة جماعة المؤمنين قناة الارامية هي قناة بتوصل للكنيسة لشعب الله يعني انا بعتبر قناة الارامية خادم خادم مختلف متنوع النهاردة ميلاد النهاردة بكرة الفاضل الاخ حليم حصاب الله المرة الجاية الاخ فلاني الفلاني خادم الرب معلم او كارز او مبشر او مرنم او او لاخره فقناة الارامية هي عبارة عن منبر في الكنيسة لكن مش هي الكنيسة لكن منبر الكنيسة وزي ما خادم الكنيسة من الكنيسة ياكل كمان منبر الارامية يجب انها تاكل او تسدد احتياجاتها من خلال الكنيسة فهي بتوصل للكنيسة الغزاء بتوصل للكنيسة الاكل احنا في في مثلا في بروكلين نعم احنا عندنا خدمة يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاربع درش كتاب نعم وبروح الكنيسة التانية بعمل درش كتاب يوم الجمعة وخدمة يوم الحد بالليل يعني بيوب عندي خدمتين يوم الحد طب وبقيت الاسبوع بقيت الاسبوع يوم الاثنين والثلاث والاربع وقميس والجمعة كل بقية الأسبوع قناة الأرامية بتكون منبر بتوصل وعزة بتوصل فكرة ممكن تعليم خادم معلم ييجي القناة ويقدم تعليم مبارك يرد على الأسئلة بتاعت الناس اللي بتسألوا وبتشكك في صحة الكتاب المقدس فهي منبر مقدس في وسط الكنيسة اللي من كل مكان لأنه كنيسة الله في كل مكان زي ما هي في كاليفورنيا زي ما في بروكلين زي في الشرق الأوسط في كل مكان كنيسة الله وقناة الأرامية هي قناة لتوصيل كلمة الله وأنا بصلي أن تكون قناة متسلكة يعني متسلكة عارف قناة القناة المية الأناية بتاعت المية لما ييجي فيها شوية شوائب تعمل إيه ما توصلش الماء كويس فأنا بصلي لأجل القناة الأرامية ما يكونش فيها أي شوائب عايزين تقدم تعليم صحيح كلمة الله أنا بشكر ربنا لأجل الخدام اللي بييجوا في قناة الأرامية وكل ما كنا حراس عندنا فلتر للكلام اللي بيتزاع هتكون سبب بركة كبيرة جداً وأنا أفق الله يسدد كل احتياجات قناة الأرامية بالأليل وبالكتير والرب يحس القلوب وتبعت فلوس وأنا بشجع كل المشاهدين إذا كنت بتاكل من قناة الأرامية يعني من فضلك يعني حاجة بسيطة تبعتها من التقدمات بتاعتك خلي عشورك لكنستك اللي بتصلي فيها اللي ربنا أتمنك عليها التقدمات زوايا الحقل بتاعتك الناس اللي هنا شغالين الأجهزة الاحتياجات اللي كل شوية نسمع عايزين فلوس علينا دين عايزين نسدد دين يا ناس علينا دين وعلى فكرة أنا شوية نحنية الاحتياجات كتيرة فأنا بصلي وربنا يشغل قلب كل واحد ويكون معدد يكون شريك عضو في الكنيسة العظيمة الكبيرة وبيقول قناة الأرامية منبر في البيت بتاعي بيجي لغاية البيت بتاعي فأنا أكون مدعم علشان المنبر يستمر في توصيل الغذاء ليا والأولادي والامراتي والعيلة والقريبين والبعاد للكل وفي نفس الوقت كمان بتعلن عن الكنيس الناس بتيجي مهاجرة من بلادنا من العراق أو سوريا أو مصر للبداية تقولك فيه كنيسة نور الإنجيل في بروكلين احنا اي حد راح بروكلين نيويورك يبقى عنده كنيسة عربية عندنا كنيسة الحصاد الأخير في سندياجو في الكهون عندنا كنيسة الفلانية المعمدنية في وهكذا نعلن عن الكنيس وعن الخدام وعن كلمة ربنا فقناة محترمة بتوصل لكلمة الله كناة نظيفة كناة مقدسة فأتمنى تكون سبب بركة للكل ويكون الكل سبب بركة للأراضي حابب حضرة القسيس يكون عندك كلمة أخيرة توجهها إلى كل خادم في هذا البرنامج قبل ما ينتهي وقت البرنامج شكرا يا أختي ندا في الحقيقة الكلام ما بيخلص نعم ولما نتكلم عن الرب يسوء المسيح اللي مات على الصليب هو ده اللي عمل الكنيسة والكنيسة يقول كنستي يقول كده أنت بترسوا على هذا أبني كنيستي مش كنيست حد تاني فإحنا بنتكلم عن كنيست المسيح جسد المسيح اللي اتمن فيها خدام الرب ويجب أن يكون خدام الرب أمناء عشان كده أخويا خادم الرب يالي سمعني دلوقتي أنت مطالب أنك تكون أمين على جسد المسيح الرب بيقتمك على جسده بيقتمك على جسده فخليك أمين خليك أمين لأنه لو ما كنتش أمين خد بالك هيبقى الموضوع صعب جدا أرجوك في اسم المسيح وزي ما برجوك بصلي لأجل نفسي يا رب خليني أكون أمين في بيتك زي ما كان موسى أمين في كل بيته زي ما بولس كان أمين في خدمته زي ما بطرس كان أمين في خدمته خليني أنا كمان أمين وبحمل الرسالة للكل ربنا معاكم ويشجعكم أخواتي كل المشاهدين أنا أتمنى ليكم حياة مقدسة حياة مقدسة طلع النجاسة من القدس اخرج النجاسة من القدس نور السروج مرة تانية افتح أبوا بيت الرب وخلي حياتك مقدسة ربنا يساعدك ويساعدني أننا نكون حياتنا مقدسة حابب حضرية القصير سنصلي في نهاية هاي الحلقة أمين بإسم الله يا رب أنا بشكرك من كل القلب باتحد مع أختي نادا وإخوات المشاهدين وإخوات اللي وراء الكاميرات وكل اللي عاملين في الأرمية بنتحد النهاردة على خراب مملكة إبليس يا رب إحنا بنعلن خراب مملكة إبليس العدو تم خرابه إلى الأبد يا رب أنا بصلي لأجل خدامك في كل مكان يا رب يا رب إن كنا قدمنا كلمات لخدام الرب يا رب إحنا مش أحسن من نهم يا رب لكن إحنا بنتحد من النهاردة بنرجع نتوب قدامك عن كل كبرياء نتوب قدامك عن كل محبة مال يا رب أذكر أخوات اللي وقعين قوم الكل يا رب جهز العروس أنت لما تيجي تاخد الكنيسة تكون بلا دنس بلا غضن كنيسة مقدسة طاهرة يا رب أذكر عملك يا رب أنا بصلي لأجل الأرمية يا رب سدد احتياجاتهم يا رب يا رب أذكر العاملين في قناة الأرمية سدد الاحتياجات المادية يا رب أنت تقدر يا رب أنت عظيم يا رب ما بتبتش مديون يا رب حس القلوب يا رب على أنها تدفع يا رب القليل اللي يسدد الاحتياجات يا سيدنا أنا بعظمك وبمجدك وبشكرك لأنك سمعت الصلاة لك الكرامة والسجود من الآن وإلى أباد الظهور آمين ربي باركك أخ ميلاد وغب يستخدمك لمجد إسمه وأحنا نشكرك لأجل وجودك معنا في هذا البرنامج ومن مجد إلى مجد أحبان المشاهدين نحب أن ننوه أن القس ميلاد سمعان سيكون معنا طوال هذا الأسبوع في سلسلة عبر كيف يجب أن تتصرف في بيت الله نحن في ختام الحلقة باقي دقائق معدودة على نهاية الحلقة نحب أن نذكر صلاتنا أن يكون هذا البرنامج أيضا سبب بركة لحياتكم الروحية وإحنا فرحانين وسعداء سبحاني يا أختي نادة معلش هذكر المشاهدين نعم وهقول لكل إخوات المشاهدين بنعمة الرب بكرة وبعد وبعد الغيط يوم والجمعة هتكون في سلسلة بس أحب أقول للعنوين نعم علشان إذا كان حد يحب يجاهز أسئلة بكرة بنعمة الرب هيكون هو العنوان بتاعنا كيف يجب أن تتصرف في بيت الله نعم في كنيسة المسيح نعم في عمل الله الرسالة النهاردة كانت النهاردة تكلمنا عن الخدام الرب نعم مش هنقدر نتكلم تاني عن الخدام لكن الكلام كتير مش هيخلص لكن بكرة نتكلم عن أعضاء الكنيسة آمين مين هم أعضاء الكنيسة وإزاي يبقوا أعضاء والعدو اللي في الكنيسة شغلته إيه ووظيفته إيه وبيعمل إيه بجسد المسيح الكلام كبير قوي فياريتك إذا كان عندك سؤال أنا عايز أكبر عدد من المشاهدين يشاركون علشان نقدر نرد على الأسئلة اللي بتدور في الأزهار حدد أنت عايز إيه وإيه السؤال اللي شغلك علشان يكون فيه كلام متبادل إن شاء الله يوم بكرة فيه حلقتين من الساعة ستة للساعة تمانية وكمان من الساعة زي النهاردة من الساعة عشرة الساعة تشعر نرسل بكرة بنعمة رب يوم الثلاثة هنتكلم عن الكنيسة والتعليم بتاع الكنيسة يا ترى إيه التعليم اللي بتقدمه الكنيسة ويجب أن يكون بتصطق منين المعلومات هل نمشي وراء كل ريح التعليم وهكذا هنتكلم عن التعليم بتاع الكنيسة وبعد كده نتكلم عن هدف الكنيسة وليه ربنا عمل الكنيسة وخلاها في عالم مليان بالشر ليه ربنا عمل الكنيسة ليه هدف فيه هدف اذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل للقليقة كلها من آمن لأنه لسا للرب بقى دام لسا مجاش الرب للاختطاف اختطاف الكنيسة يوبى لسا الرب دي نفوس من كل مكان كل زمن بعد كده هنتكلم عن أشواء الكنيسة ورجاء الكنيسة وانتظار الكنيسة للعريس المبارك ياريت ياريت أنا بناشد كل المشاهدين تتوبوا معانا وتبدلونا بالأسئلة بتاعتكم وتشاركونا بقراءكم ويبقى فيه أخذ وعطى علشان نمجد ربنا ويكون الهدف كله لمجد الرب يسوع المسيح أنا بعتذر إذا كنت تكلمت على خدام الرب أنا مستهلش أتكلم على خدامه ومستهلش أخسر رجلين خدام الرب لكن أنا قلت بصورة عامة والآية الأخيرة إذا سقطت أقوم وإذا جلست في الظلمة الرب نور اللي يسمحوني إذا حد خد على خطره مني وأنا بكلم عن خطايا القدام وأنا ما طلعتش نفسي من دايرة الخطايا لكن أنا وكل خدام الرب ربنا يساعدنا وينظفنا علشان نعمل عمل ربه بكل أمان آمين ربي باركك ويستخدمك لمجد اسم القدوس مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم نتمنى وصلاتنا أن يكون هذا البرنامج سبب بركة وفائدة لحياتكم الروحية إلى أن نلتقيكم في برنامج جديد وموضوع آخر نستودعكم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا